موسيقى نفذ تنظيم داعش الإرهابي عدة هجمات بسيارات مفخخة صباح اليوم في مدينة عين العرب في محافظة حلب السورية وذكرت مصادر محلية أن الهجمات تركزت مقابل معبر مرشد بينار الحدودي التركي فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي العصابة الإرهابية والفصائل الكردية المسلحة في المدينة المزيد في هذا التقرير تنظيم داعش الإرهابي يمارس عمليات كراً وفراً في حربه التي يخوضها في كل من سوريا والعراق ففي نهاية شهر كانون الثاني الماضي أي قبل خمسة أشهر أعلنت الفصائل الكردية أنها حررت مدينة عين العرب من قبضة داعش بغطاء جوياً من طيران التحالف وتم رفع الأعلام الكردية على مرافقها الرسمية كما أعلنت الفصائل ذاتها أنها بمساعدة الفصائل السورية المعارضة تمكنت من طرد داعش من بلدة تل أبيض المحاددة لتركيا وعاد أبناء تلك البلدة إلى ديارهم واليوم تعود داعش إلى عين العرب مجدداً أسلوب داعش بات معروفاً حيث يبدأ الهجوم بسيارات مفخخة في أكثر من مكان ما يدخل الرعب في نفوس السكان وعين العرب التي هاجمها داعش مساء أمس وبنفس التكتيك العسكري حيث بدأ بالمفخخات وبعدها اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية وحقق التنظيم تقدماً كبيراً في وسط المدينة مع استمرار المواجهات بين الطرفين وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات أوقعت عشرات القتلى والجرحة تقدم داعش في بعض المناطق وتراجعه عنها يترك الباب مفتوحاً للمحللين عن الجهة التي تمول وتسهل تحرك التنظيم لكن المؤكد أن السوريين والعراقيين هم الضحايا